إنجاز جديد سجله سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون بحظه للقب السادس في تاريخه ببطولة العالم للفورملا وون وشهد هذا الموسم فوز هاملتون بعشرة سباقات ليحسم اللقب في ظل تراجع كبير لفريق فراري وسائقيه الألماني سباستيان فيتيل وشارليو كلير من موناكو ويعد هذا اللقب هو الثالث على التوالي للسائق البريطاني لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب السائقين الأكثر تتويجا أمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو كان هاملتون قد أحرز أول ألقابه مع فريق مكلارين عام 2008 في موسمه الثاني في الفئة الأولى جاء ذلك قبل أن يضيف خمسة ألقاب كاملة مع فريقه ميرسيدس في أعوام 2014 و15 و17 و18 و19 وباعتلائه منصة التتويج أصبح هاملتون على بعد لقب واحد فقط عن الرقم القياسي للألماني مايكل شماخر صاحب السبعة ألقاب ويحمل البريطاني الرقم القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول ب87 مرة مقابل 68 للأسطورة الألمانية شماخر ويمتلك بطل العالم هذا الموسم في سجله 83 امتصارا مقابل 91 لشماخر في مصاعد الأخير إلى منصة التتويج في 155 مرة في تاريخه الأسطوري مقابل 149 لهاملتون أما فريق ميرسيدس الذي سبق له حسم لقب الصانعين هذا الموسم فبات أول فريق يتمكن من الفوز بلقبي السائقين والصانعين ست مرات على التوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر